السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي يوم شاء الله اشترك معكم طبق سمك اللي تقدروا وتحضروا لطيف ديالكم او العائلة ديالكم يعني طبق صحي اقتصادي وسهل التحضير تمنى ان شاء الله يجبكم وتفضوا معي باش تشوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول حاجة غدرنا نقطع الخضر كلها قطع صغيرة يعني غنفرمها فرما نعيما غنعطيها لولدي الصغير هو اللي غدي قطعها بالنسبة للاخت اللي كانت بطمني باش نوريها الالة اللي ملغي هادي بسيطة سهلة اه لي كتتغسل يعني بطريقة سهلة كتجي عملية وفي نفس الوقت بحلا كنديرو شوية ديال الرياضة مني كان نقطع هاد الخضر انا والدي كيتمت بتقطيع هاد الخضر فيما كيشوفني كنستعمله كيقول يا اريان انه نقطع انا عندي اه ملعقة كبيرة اودي الهريسة يعني غنخلط هاد الخضر اللي كتشوفو معيا كلها اللي هنا حبة فلفل اه اصفر وحبة فلفل احمر اذا بغيت هو تزيدو احتى اه الاخضر ممكن زيدوه وغنزيد اه الازير اللي قطعتو قطع صغيرة هدا قطعتو غيب المقص باش ما كيكحلش اه الا ما عندكم شو ممكن تعوضوه بالزعتر بالنسبة للتوابيل اغنستعمل اه تحميرة اللي هي البابريكا اه او الفلفل الاحمر شوية ديال الزعفران الحر الى توفرتو عليه لما توفرتوش عليه ماشي مشكل ممكن استغنو عليه وشوية ديال زنجبيل في ديال كركم حتى هو ممكن استغنو عليه وتحميرة والقليل من الكامون يعني الكامون غاديكون قليل ما غاديش يكون كتير انا كنستعمله حبوب كيف العادة وكنستعمل التومة يعني من الاحسن التومة نستعمله واحد الكيمياء كبيرة لحسب الحجم ديال يعني السمكة اللي كتستعملو اللي غد اه اللي غد اه اللي غد تستعملو انا عندي هنا ايا القصبر هاد السمكة هادي غد نحطرها بالقصبر ولكن ممكن انكم تستعملوا حتى المعدلوس اللي كتفضلو انا عندي اه نصف حامضة معصرة هنا عندي الفطر نقطع حتى هو قطع صغيرة يعني هاد شي كله غنقطعها قطع صغيرة باش غدا يطيب في نفس الوقت مع السمكة والسمكة غد شرب لنا جميع حتى الصلصة هادي لغدا تخرج من هاد الخطر هادي يعني ما كنحتاجوش نشحرها بما اننا قطعناها قطع صغيرة غدا نوريكم الطريقة كيفاش غدا نطيبها هاد المرة وهنا غدا نزيد هنياء الزيتون الاسود مقطع قطع صغيرة حتى هو ايلا ما كيعجبكم ش يعني زيتون الاسود ممكن تعاوضوه بالزيتون الاخضر ولكن للتغيير هاد زيتون الاسود كيتوتى مع هاد الانواع ديل الاسماك خاصة الاسماك لي كيكون اللون ديلها يعني غامق ما كيكونش لان ما كتكون ماشي الاسماك البيضة اهنا عندي الشعير اه واقلا الشعير يعني كيقولولي واقلا مفزخ مهم الشعير اه كيزولولي هالقشرة ديالو بحل ابلي تماما هادا كالبلي اللي كيكون اه اللي كيكون احتهوه مقشر كيزولولي هالقشرة ديالو انا لقيتو كيتباع هكدا اه كي هادا كياخد ساعة في الطهي يعني ما كيطيبش بسرعة بحل لبلي بحل زرع بحل قمح اه انا رقطتو تقريبا اه ساعة ومن بعد طيبتو خمسة اربعين دقيقة خليت خمستاشر دقيقة باش اه يكمل الطياب مع السامك لان انا غنستعملو في الحشوة وغدا نعمر به ان شاء الله حتى الفلفلة سافي غدا نخلط هاد اه يعني هاد لبلي مع هاد اه عفوا هاد اه الشعير يعني اللغج الناد اللي كيسولو اسمية الشعير بالفرنسية هو اه الساقل را اه اه نوع اخر من البلي ماشي 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 هو لغج لغج هو الشعير اه بالنسبة الاخوات اللي كيسولو على الساقل الساقل ما كينش عندنا اه في المغرب كنظن بانه ما كينش كين عدنا الشعير سافي هنا غدا نجيب هاد السمكة هدي كيشفتو اه السمكة يعني اللون ديالها والشكل ديالها غريب وما معروفش بزيف هاد السمكة هدي اه كيكونو عند هادك دوكليزيكاي ديالها كيكونو غلاضين يعني كتقطعوها قطع عرقيقة وكتزولو ذوكليزيكاي باش كتدخل اه ذيك الشرمولة كتدخل مزيان وكتجي بنينة لان هاد السمكة هدي الى ما طابتش يعني لما كانش فيها الزفتة وابل ما كتجيش بنينة يعني ضروري من كترو لها مهم هو في صراحة الشرمولة على حسب النوع ديال السمك اللي كتستعمله بالنسبة لي انا بالنسبة للطوق ديالي هدي من قدرش انا نطيبها بلا اعشاب بلا بلا صلصة بلا هدي دايما كنطيبها بيعني كنحاول نستعمل التوابيل المغربية باش كتجي لديدة اه اسميتها بالفرنسية ولكن بالعربية ما عرفتش اه اللي عرف اسميتها اللي جزيبي خير يقولها لي ايا منكم مرا شحن من حاجة شحن من اسمية انتم اللي وريتوها لي ايا صافي كيف شوفتور اني شرحتها ملتحت وملفوق يعني باش كتجي تخليها مزيان ديك الشرمولة وإلا بحده بانا هاد السمك هادا يلا طيبتوا الوليداتي انا بلا بلا صلصة ما يعجبه مش مهم كان عمرها مزيان بهاد الصلصة هادي وغدا نعمرها يعني بالحشوة اللي حضرنا يعني بحلة كنغرقها في في الصلصة يعني شوفتوه الكيمية الكبيرة اللي اللي وجد وطابعة الحلم اللي كنغسلوها را كنغسلوها بالحامض والماء هاد انا كيفاش كان شري السمك كنت صورت لكم واحد الفيديو ولكن للأسف مبغشي تشارج ليا مهم اه اه كنمشي بالنسبة الاخوات اللي كي سولوني كنمشي الوحي اللي كين هنا في انغلو هنا في ليل بالنسبة الاخوات اللي ساكنين هنا اه 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 نهار سبت وقيلاء ونهار الجمعة يمكن والاربعة هادو ثلاثة الايام كيكون فيهم اه يعني لمشيتو مع الصباح كيكون فيهم الحوت بقي جديد ياللهجة انا كنشري دائما اون فونكسون داك شي اللي كيكون يعني ما داك شي باش يعني كنكتاشف بزاف دي الانواع دي الاسماك بهالطريقة هادي اه مهم كيف شفتو انا دبا غطيتها مزيان غنخنقها مزيان وغدا نطيبها بهالطريقة معداش نخليها مع الريا باش غدا يعني بغيت هديك السلصة تكون فيها في نفس الوقت وغيتها تشرب مزيان هديك السلصة اه وكنكن الفرن كندخله بارد وكندخلها هدي في فرن بارد اه غنبدا الطياب بمئة وثمانين فقط ما غدا شنا نكتر يعني نخليها الطيب على خاطرها خدت مني تقريبا اربعين دقيقة لان انا نقصت البوطة ماشي بحل الانواع الاخرى دي السمك اهنا كيف شفته غي انصاف دي الفلفلة خضراء قطعتها على زوج هاد الفلفلة هدي دي المغريب اه لقيتها جيبينها يعني كاسبين على دي المغريب مهم رشيتها بشوية دي الملح وعمرتها بالخضر بهاد الشعير والخضر وغدا رشها بشوية دي الزيتون وهي كذلك غدا نخنقها يعني غدا نعم نغطيها غدا نطيبها بهاد طريقة هادي وهادي غدا ندخلها في الفرن الساخن درجة دي الحرابة ديالو ميتين وعشرين ونخليها احتضطي ونخرجها ان شاء الله كيف قد لكم بالنسبة الاسماك انا كنا نمشي ناخدها يعني دك السمك اللي كيكون هادا كالنهار يعني ما كنحاول ناخد الاسماك اللي كتكون مصيدة يعني كنصيدوها مشي الاسماك ديال الحوض مكن نتفادر ناخد الاسماك ديال الحوض مهم هنا هاد هاد الخضر هادي غدا نعمر بها واحد اه مسمنات على شكل سيقاخ هنا استعملت اه سلغي يعني جدر ديال كرافس شوية ديال لوشو وشوية هنا ديال خيزو وشوية ديال الفيطر وبصلة حمراء وبصلة خضراء اه بيضعفن وشوية ديال توماء غنشحر هاد شي كله مع شوية ديال زيت الزيتون والملح حتى غدي يعني دبلو مزيان يعني كل شي طيب كننقصو عليه البوطة ما كنحتاجوش ابدا نزيدو الماء الى نقصنا البوطة يعني كي طيبو على خطرهم وكي طلقو هادك المدية لهم وكي جيو لدادين بسه نغن دوزول هاد الخضر هادي لغن شويها هكدا في الفرن انا استعملت هده نغن به Kontaktو على زوج احنا ادهاس ام غني زيت مليحيه على corners ي acostيعت ا línea 좀 تريد غير شوية ديالتحميراه شوية ديال الملح وشوية ديال الفيف الحرف فقط وشوياء ديالكورقومي الا بغيت انا استعملت shootings اغنية زيت السيتون و نضحن زيت السيتون و نضحن زيت السيتون و على فرن الحرارة 120 الحشوة طابت نضيف الكركم و زنجبيل و قصبر و قليل من الحار و نضيفه برد هنا كيف تشوفوا جينة المسمن اي جينة استعملته شكلتها قويرات و نجعلها ترتاح صراحة خليتها ارتحت حتى ولت يعني بحل ولت طرية شكلت منها هكذا 50 منات يعني عادي ارشوهم بالطقيق بشيدي اسميدة اولى بلاش و نعمر هكذا الحشوة اللي كتكون بردات منه زيان من بعد انا اغلبهم غيب شوية ديل زيت سيتون يلا بغيتهم ممكن تلفوهم بالزبدة الزبدة اللي كتزولوا منها البروتين يعني الحليب اللي كيكون فيه الحليب اللي كيكون فيها باش هكذا كتكون صحية اكتر لطيبته بها يعني و الا مني كتخليوا هدك الحليب كيتحرق في الفرن وحتى يعني المسمن كيجي اي حاشة طيبته بالزبدة وعمل احسن كيف قلت حليكم جحن من مرة كنزولوا له هدك الحليب باش كتجي الحاجة يعني مقرمشة صافيها هي تباح غنكملهم كاملين غندهنهم وندخلهم فرن ساخن درجة ديال الحرارة ديالو تكون ميتين حتى كيتحمرو وكنخرجوهم هنا صافيها هي المسمنة ديالي خرجات من الفرن يعني بالصلصة ديالها هديك تجيب الصلصة ديالها وهدك كاز زيتون بصراحة مني كيطب كيعطي هدك اللون ولكن مهم ماشي مشكل يعني للتغيير وهدلي سيقار شو كيف شفته كيف الجول دا دين بزاف انا كان هنا هدلي كورني هدو قدر عمرو مغيب شوية ديال خص وشوية ديال يعني مطيشة هدو لقيتم كيتباعو في في السبع مرشي مهم هدو غيل تزيين فقط انزيين بيوم هد السمكة هدي وبالنسبة الحشوة انا كان يعني اعطيت الولدي هو ليحك لي هدك خيزو اللي جزيبي خير شكرا بزاف مهم فاش كان كيوجد فادك شي كيقول يلا لا لا انا هدك ما تدريش فيها السلغي ما يعجبنيش جدر ديال السلغي اللي هو جدر ديال كرافس سعفون وحتى اللي هو شو حتى هو كيقول يلا ما تدريش ولكن من بعد حجبوه من بعد كلي غير خليني نديروه مره ان شاء الله غدي عجبوك هانتا غتشوف سبحان الله السلغي دايما كان مع الخضر اللي ما كيعجب ما كتعجب حتى احد كنزيد معها خيزو يعني هدك خيزو معه حلو كيتغا شوي على الماضاق و الماضاق ديال يعني الاشياء الاخرى اللي ما كتعجبش يعني الوليدات ديالكم او العائلة ديالكم وكتعجبون بها الطريقة ما كيحسوش بها ها في هنا زينتها بالنسبة للفلفلات انا وضعتهم هنا في جناب ديال حد السمكة هادي مهم هالطبق هذا يعني حضرته بالطوق شخصي ديالي وبالطوق ديال العائلة ديالي يعني انا كننزعم شوية بعض المرات يعني كنستعمل شي حوي شوية غرابين ولكن اه غالبا اطبق كلها اللي كنشارك معكم كنكون هيتم جربها ومعودة ومعودة يعني كتكون عارفة بانها كتعجب يعني بش ما ما كنبغيش نضيع وقتي يعني ندير الفيديو غي هكدا كياخد المونتاج كياخد يعني لا حطيت شي حاجة كنعرف يعني كنكون عارفة بانها رها غدا تعجب ضروري غد يعني ضروري غد شربوها ان شاء الله وهذا تعجبكم وإلا بلاش ما نضيع يعني الوقت ندير فيها المونتاج من الاحسن مهم انا هكدا كنشوف يعني اي فيديو ما كنحطو وإلا وانا متأكدة باننا رغدي ان شاء الله بإذن الله يعجبكم بالنسبة للسلسة استعملت غير السلسة العادية ديال مطيشة وشوية ديالفلفلة فقط عادية ماشوي ديالزيت السيتون سافي هانتو مانا وريتكم طريقة ديالتزيين لان بعض الاخوات كتلبو منين وريهم طريقة ديالتزيين يعني بسيطة ماشي شي حاجة اتمنى ان شاء الله يكون هاد الفيديو ان الاعجاب ديالكم هادا هدية الاخوات اللي كيقولوا دايما بغاو وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية اتمنى ان شاء الله يعجبهم بعد الاحيان لاحظ بانا غير من طريقة التزيين كي اللي كيشوف يعني الصورة كيتخلع كيقول اه هاد شي غالي هاد شي وعر ولكي راه هاد شي انا كن اكد لكم بانا هاد شي كله راه بسيط جدا راه عاد طريقة ديالتزيين بعض المرات الالوان كتبيل لنا بحلا راه الطبق يعني غالي ورا ما غاليش بالمرة اتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو وكنشكركم بزافة للتعليق ديالكم وعلى حسن متابعة واتتودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة